سؤال يبدو أن المسؤولين الاثنين عن المحاولة الإنقلابية كانت لهما أهداف مختلفة فالمدبوع على ما يبدو كان يريد أن تضل على قيد الحياة جواب أجل سؤال في حين كان عبابو يرغب في القضاء على الملكية جواب إن عبابو كان شخصا فضا ولو لم يبادر إلى قتل المدبوح على الفور لكان هذا الأخير قد قام بتصفيته جسديا سؤال لقد صرحتم مباشرة بعد أحداث الصخيرات أن هذه الأحداث لم تكن بالتأكيد أحداثا تلقائية جواب لقد انساق المدبوع وراء المصريين ومعلوم أن الجرائد المصرية تصل إلى المغرب بعد ست ساعات من طبعها وفي يوم عاشر يوليوز تموز وبعد سويعات فقط على المحاولة الإنقلابية كتبت صحيفة الأهرام القاهرية واسعة الانتشار على خمسة أعمدة وتحت عنوان بارز مقتل الطاغية الحسن الثاني انتهى الدكتاتور وتطرق المقال إلى انتصار القوى الحية والوطنية بالجيش لقد أخطأوا التوقيت فخانهم التقدير وساهم هذا الموقف الغريب في إضفاء نوع من الفتور على علاقاتنا مع القاهرة سؤال لقد كانت الأهرام جريدة حكومية مما عقد الأمور أكثر هل بحثتم الأمر مع السادات؟ جواب إن أنور السادات كان صديقا وفيا مخلص الود ولم يكن له أبدا مظهر قاتل أو متآمر فهذا ليس من شيمه وعندما تحدثنا في الموضوع قال لي تعلمون أن حسنين هيكل مدير جريدة الأهرام كان أحد رجالات جمال عبد الناصر وكتب عني أنا أيضا الشيء الكثير ولقد تخلصت منه لما سنحت للفرصة لذلك والتقيت فيما بعد بحسنين هيكل وتباحتنا طويلا في الموضوع ولقد وعدته بأن لا أبوح أبدا بما ضار بيننا سؤال لماذا؟ جواب لن أبوح بذلك أبدا سؤال ولكن في نظركم ما هو مصدر المساندة التي تلقاها المتمردون من الجانب المصري؟ جواب لم أسعى أبدا إلى البحث في عمق المشكل لأنه إذا كان هناك شخص أبعد ما يكون عن الإديولوجية الناصرية وحتى القومية العربية فهو المدبوح فأين هي نقطة الالتقاء إذن؟ إني لم أسعى أبدا إلى معرفة ذلك إذ يكون أحيانا من الأفضل عدم صبر غور الأشياء سؤال لماذا ترددون غالبا من الأفضل أن لا يعرف المرأة؟ جواب لأنني أعتقد أن من الأمور أشياء أكثر أهمية يتعين تعميقها والإنكباب عليها بدلا من أن أتصرف كحافر آبار تنقيب عما في أعماقها وهذا أولا ليس من شيامي وثانيا ذلك يجعلني أضيع الوقت وأخيرا فإن المسؤولية الملقاة على عاتقي تحتم علي ستر عورات الآخرين عوض الكشف عنها إنها إحدى تعاليم القرآن الكريم سؤال مباشرة بعد أحداث الصغيرات أدليتم للصحفي جون مورياك من وكالة فرانس بريس بحديث أكدتم فيه أن ما حدث ليس من قبيل الصدفة فلن أغير سياستي ولكن بالطبع سأغير شيئا ما طريقة حكم بلدي بدءا بنفسي فماذا قصدتم بذلك؟ جواب لقد ترجم ذلك على الفور بما فعلته حين أبرزت مالي من حرص شديد على تحلي حكومتي بالأخلاق فقد أحيل أربعة وزراء على المحكمة العليا بتهمة الرشوة سؤال هل تعتقدون أن بعض الفضائح المعروفة لعبت دورا في وقوع أحداث الصغيرات؟ جواب لقد كانت الفضيحة التي تورط فيها هؤلاء الوزراء الأربعة أحد الأسباب فالمدبوح هو الذي أطلعني على الاتهامات الموجهة وكانت تربط المدبوح بهؤلاء صداقات وعلاقات عائلية وعندما شعر بعزمي على معاقبة المتورطين في الفضيحة قام بالمحاولة سؤال لكن لا داعي لأن يراجع المرأة نفسه بعد حادث من هذا النوع لقد قلتم إنكم تريدون أن تغيروا نفسكم بنفسكم جواب إن المرأة يشعر بمرارة عميقة خاصة عندما تستهدف الخيانة شخصه سؤال لقد آخذتم كثيرا أولئك الذين خانوكم جواب وماذا أجداني ذلك لقد أراحني الله منهم فأنزل بهم عقابة سؤال ولكنكم عاقبتموهم أيضا جواب لا لم أعاقبهم أنا فاعباب قتله المدبوح وهذا الأخير لقي مصرعه فيما بعد ذلك على يد بعض رجاله أما أفقير فقد أطلق على نفسه رصاصة في الرأس سؤال ما زالت هناك علامات استفهام كبرى حول المحاولة الإلقلابية التانية التي وقعت سنة 1972 ألم تكونوا تشكون إطلاقا في إخلاص أفقير وزيركم في الدفاع؟ جواب لا والغريب في الأمر هو الطريقة التي حاول بها تنفيذ محاولته فأن يختار المرء رمي أشخاص مكبلي الأيدي والأرجل في آبار مليئة بالأفاع والعقارب فذلك أمر فضيع لكن أن يقرر المرء إطلاق النار على طائرة فذلك أكثر فضاعة لأن الإنسان إذا كان يجيد السير ويحسن السباحة فهو لا يستطيع الطيران لقد مختنا بالفضاء أزيد من 25 دقيقة في طائرة تعرضت لوابل من الرصاص سؤال لقد تعرضت طائرتكم للهجوم عندما كنتم عائدين يوم السادس عشر أغسطس آب في أعقاب الزيارة لفرنسا فلماذا قررتم تقديم موعد مغادرتكم لفرنسا بـ 24 ساعة عن الموعد المحدد؟ جواب لا لقد عدت في التاريخ المحدد لكن عشية هذا التاريخ انتابني شعور معين فطلبت من ملاحفيذ مدير التشريفات تغيير مصار الرحلة وهكذا توقفنا ببرشلونة حيث تناولت طعام الغداء مع وزير الشؤون الخارجية الإسباني وعندما أقلعت بنا الطائرة مرة أخرى في اتجاه المغرب قلت للقباج ربان الطائرة أريد أن نحلق أطول مدة ممكنة فوق التراب الإسباني وهذا ما أنقذني ذلك أن الطائرة عندما تنطلق من ببرشلونة تمر مباشرة عبر أليكانتي ثم تتجه نحو تطوان فالقنيطرة فالرباط وكان المتآمرون يعتقدون أننا سنتبع هذا الخط سؤال لقد كان هدفهم إسقاط طائرتكم في البحر جواب نعم فوق المياه الإقليمية حتى تسقط الطائرة في البحر ولا يتأتى العطور لها على أي أثر ولن يكون في مقدور أي كان اكتشاف آطار الرصاص الذي أطلق عليها سؤال لكن كيف انتابكم ذلك الإحساس الذي تكلمتم عنه آنفا؟ جواب لا يمكنني أن أشرح لكم ذلك فلكل مرء حدثه أليس كذلك؟ سؤال ألم يكن هناك ما يثير شكوككم؟ جواب لا أبدا سؤال لكن أفقير كان يلعب دورا هاما إلى جانبكم وكان رجلا قويا وسبق أن قلتم لي أن الشكوك أخذت تنتابكم تجاهه شيئا فشيئا جواب كنت أعرف أن الأمر يتعلق بإنسان طموح لكن لم يخطر ببالي أبدا أنه يمكن أن يدبر مخططا جهنميا يتمثل في إسقاط الطائرة التي كانت تقلني فوق البحر الأبيض المتوسط واستغلال الدستور بعد ذلك للإعلان عن مجلس الوساية وتنصيب ابن البالغ من العمر تسع سنوات على العرش فذاك كان مخططه إنه كان يريد أن يصبح المغرب متوفرا على حكومة صورية يسيرها حجاب الملك مما كان سيؤدي بالبلاد إلى كارثة سؤال ماذا اعتقدتم وأنتم ترون المطاردات الست من نوع F5 وهي تقترب من الطائرة التي كانت تقلكم؟ جواب قلنا لهم ماذا تريدون؟ فرد قائد السرب لقد أتينا لخفركم فأجبته يمكنكم العودة إلى قواعدكم فأنا لم أطلب الخفر سؤال ألم يبادر بإطلاق النار على الفور؟ جواب لا لقد شرعوا أولا في تحديد موقع الطائرة قبل مهاجمتها وعلى أي حال لن أخفيك أن ما قام به ربابنة هذا السرب لم يكن ليجعلني أفتخر برابابنتي لأنهم كانوا يطلقون النار على طائرتي بشكل عشوائي ينم عن غباوة سؤال بالفعل كيف لمطاردات من هذا الطراز أن تخطئ هدفا بحجم طائرة بوينغ من نوع 727؟ جواب لو كنا على متن طائرة من نوع طيراز بوينغ 747 لكانت حضوض البقاء على قيد الحياة أوفر وبالفعل فكلما كان حجم الطائرة أكبر كانت النقط الحساسة بها متباعدة وهنا تحضرني إحدى الجزئيات الغريبة فقد كان يتم بالطائرة حتى الأكثر تطورا آنداك وربما حتى الوقت الراهن تسخين الماء بواسطة غاز البوطان وعندما بدأت المطاردات تطلق المارة على الطائرة التي كنت على متنها استقرت إحدى الرصاصات على بعد سنتمترين بالضبط من أنبوب قنينة الغاز فلو أصابت الرصاصة ذلك الأنبوب لن فجرت الطائرة سؤال فيما فكرتم في بداية الهجوم؟ جواب ربما ستظنون مرة أخرى أنني متعصب فليكن فليست لدي أي عقدة بهذا الشأن لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد الدعاء التالي أعوذ بالله بالكلمات التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وكان يوصي صحابته بترديده صباح مساء لأن من يتلوه مرات عديدة لن يتوفاه الله في يومه وفي أحد الأيام قال له الصحابة وهم مندهشون لكن يا رسول الله عندما يأتي الموت فلا رد لقضاء الله فرد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء أجله نسيه وهكذا عندما بدأ الهجوم على الطائرة قلت للمضيفات ولمرافقي اطمئنوا فلن تصبوا بأذى فذاك مستحيل لقد تلوت هذا الدعاء مساء أمس وصاباح اليوم وحتى الآن وهكذا عشت هذه الأحداث بشكل سريع وبطيء في آن واحد لقد أراد مرافقي منحي قناع الأكسجين لأن الرصاص اخترق الطائرة وجعلها تنقص من قوة ضغطها وقد رفضت ذلك ثم ساعدت أحد مرافقي وهو السيد سكيرج في إدارة مقود الطائرة من أجل محاولة إخراج عجلات الهبوط التي كانت محصورة لا تتحرك سؤال ما هي الصور أو الانطباعات التي تولدت لديكم في تلك اللحظة؟ سؤال لم يحصل لي أن عرفت سيناريو ذلك الشخص الذي يحتضر ويستعيد شريط حياته بشكل سريع لا لم أعرف ذلك فقد ارتعيت أنه لا يتعين الاستسلام للضعر والخوف وأن أتصرف بكل آنات وتحمل ثم أنتظر وماذا كان بوسعنا أن نفعل غير ذلك؟ سؤال هل اعتقدتم في لحظة ما بأنكم لن تفلتوا من هذا الاعتداء؟ جواب تقنيا كدنا نهلك فلم يبقى سوى محرك واحد للطائرة شبت فيه النيران وكان ربان الطائرة السيد القباج تغمضه الله برحمته ربانا بارعا حيث كان يشرف على منح رخص القيادة لربابنة طائرات المسافة الطويلة التابعة للخطوط الجوية الفرنسية وفي لحظة ما توجه إلي بقوله هل تسمحون لي بارتكاب أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه ربان طائرة؟ ألا وهو تشغيل المحرك الذي شبت فيه النيران؟ إنها فرصتنا الوحيدة فأعطيته موافقتي وهنا حدثت المعجزة حيث اشتغل المحرك فلو لم يفعل ذلك لتحطمت من الطائرة لا سيما وأن جميع أجهزة القيادة المائية قد تعطلت والواقع أن القباج ومساعده البكاري كان يبدوان وكأنهما يحملان على كاهلهما ثقل الأربعين طنا وهو وزن طائرة البوينغ مما جعلهما يضلان بعد نجاتنا لمدة تزيد على عشرة أيام طريحي الفراش نتيجة ما أصابهما من تشنج عضلي وإرهاق شديد سؤال هل أدركتم منذ الوهلة الأولى من أين أتى الهجوم؟ جواب بالنسبة لي كانت الأمور جلية ولا غبار عليها فأفقير كان وزيرا للدفاع وبالتالي فهو الوحيد الذي كان بإمكانه السماح للمطاردات بالإقلاع وإصدار الأوامر بإخراج الذخيرة المحفوظة بكل عناية من المستودعات سؤال بمجرد هبوط طائرتكم وقع تداء آخر على مطار الرباط سلا جواب لقد نزلت الطائرة بأرض المطار بعجلة واحدة ومخازنها ما زالت ممتلئة بالوقود وذلك أمر بديهي لأننا لم نحلق كثيرا في الجو وقد نزلت من الطائرة عن طريق المزلاج وامتطيت سيارة كانت واقفة هناك ووصلت إلى القاعة الشرفية حيث كان الوزراء يتجادبون أطراف الحديث وكان أفراد الحرس الملكي الذين كانوا سيؤدون التحية على نغامات النشيد الوطني جالسينهم أيضا البنادق والطبول موضوعة على الأرض فلم ينتبه أحد لما حدث وبمجرد وصولي وقف الجميع وأدوا التحية ثم استعرضت فرقة من الحرس وتقدم الوزراء للسلام علي وعندئذ فقط قلت لهم هل تعلمون أن طائرتي تعرضت لإطلاق النار فذهل الجميع سؤال وأين كان أفقير جواب لقد كان حاضرا مع الوزراء قبيل هبوط طائرتي ثم صعد إلى برج المراقبة حيث نودي عليه بدعوى مراجعته في قضية ما وفي الحقيقة قد يكون قيل له لقد فشلت المحاولة ولم تتحطم الطائرة وعند ذلك غادر المطار وتوجه إلى مقر وزارة الدفاع سؤال ولماذا أمر ثانية بإقلاع المطاردات الستة للهجوم على هذه المرة على المطار جواب لقد كان يريد القضاء علي بأي حال من الأحوال سؤال وماذا فعلتم في تلك اللحظة فلم يعرف أحد إلى أين توجهتم وحسب العديد من الشهادات فقد لجأ شقيقكم الأمير مولاي عبد الله إلى إحدى الصفارات وأنتم إلى صفارة أخرى جواب إن ذلك ليس صحيحا التجأ مولاي عبد الله إلى بيت أحد الفلاحين أما أنا فقد التقيت بأحد موظفي المطار على متن صيارة صغيرة وربما كانت من نوع بيجو وطلبت منه أن يترك لي صيارته ولازلت أذكر أنه أجهش بالبكاء من شدة تأثره فامتطيت الصيارة وسلكت ممرا يعبره التلاميذ ثم قطعت الطريق المقابل للمطار الذي يؤدي إلى سلا وبعد ذلك اجتزت المدينة بكل هدوء وأنا آمل أن لا تكون على الطريق حواجز لرجال الأمن وبما أن أفقير لم يبقى وزيرا للداخلية فكنت أظن أنه لا يملك الوسائل لاتخاذ مثل هذه الإجراءات ومن حسن الحظ صدق ظني سؤال كيف يشعر المرء وهو يقود سيارة من هذا النوع ومهدد بأن يضبط في أي لحظة جواب كنت أقول مع نفسي واسمحوا لي بهذا التعبير لقد سبق أن رأيت أشخاصا ذوي ذناءة ومهانة لكن لم يسبق لي أبدا أن رأيت أشخاصا بهذه الخصة سؤال وأين توجهتم؟ جواب لقد توجهت مباشرة إلى قصري بالسخيرات حيث كان أفراد عائلتي ووالدتي ينتظرونني وبمجرد وصولي استحممت في مسبح ممتلئ بماء البحر لأستعيد سابق هدوه ثم أديت الصلاة شكرا وحمدا لله سؤال أظن أنكم بعد ذلك اتخذتم إجراءات للبحث والعثور على أفقير جواب لقد ظل مختفيا إلى أن جاء إلى القصر الملكي بالسخيرات سؤال سؤال وهل أتى إلى القصر؟ جواب بالتأكيد سؤال لماذا؟ جواب ليعرف ما جرى لي سؤال وهل استقبلتموه؟ جواب لا فقد كنت أستحم ووالدتي هي التي استقبلت فانحنى يقبل يدها فصرخت في وجهه ماذا حدث هذه المرة أيضا؟ لماذا لا تتركون أنتم الجنود ابني وشأنه؟ ماذا فعل لكم؟ فأجاب أفقير بكل وقاحة قائلا لا لا أقسم لك أنه لا دخل لي في ذلك وكما سترين فسيحملونني مرة أخرى مسؤولية ما حصل وجاءت والدتي لتحكي لي ذلك حيث وجدتني أجفف جسمي بعد الاستحمام سؤال وماذا كان اعتقادكم؟ جواب هو أن ذلك كان اعترافا منه بجريمته سؤال وماذا حدث بعد ذلك؟ جواب لقد انصرف أفقير إلى حال سبيله ثم انتحر سؤال في هذا الشأن بالضبط شكك العديدون في أطروحة الانتحار هاته فلماذا تم التصريح في البداية بأنه انتحر وفاء للعرش؟ ثم صدر بلاغ يقول أنه بسبب خيانته جواب إنني أعرف أفقير والواقع أن لقطاع الطرق أيضا مفهوما معينا للشرف فجميع الشهود سيؤكدون لكم أنه عندما كنت على أهبة مغادرة المغرب في اتجاه فرنسا على متن الباخرة جاء أفقير يودعني وهو يدرف الدموع وكثير من الناس قالوا لي فيما بعد أنه كان يبكي لأنه كان يعتقد أن تلك آخر مرة يراك فيها سؤال ولماذا اخترتم عند توجهكم إلى فرنسا أن تستقلوا القطار حتى تنجى ثم الباخرة حتى مارسيليا هل كنتم تخشون التعرض لاعتداء؟ جواب أبدا فأنا أحب البحر وقد زاولت الخدمة العسكرية لمدة ثلاثة أشهر ونصف على متن سفينة جوندارك كما أني أحب التنقل على متن الباخرة ومن جهة أخرى فإني أتنقل كثيرا عبر المغرب على متن القطار لأن ذلك يمكنني بالخصوص من رؤية مستوى السكنة والتعمير عن كتب ذلك أن المباني الأقل جمالية هي التي تكون في الغالب على جنبات الطرق أما البنايات الأكثر بشعة فهي التي توجد محاذية لخطوط السكة الحديدية سؤال هناك رواية أخرى بشأن وفاة أفقير مفادها أنه تمت تصفيته من طرف أحد مساعديكم وهو السيد الدليمي جواب أؤكد لكم أن الأمور تمت بالفعل كما رويتها لكم إني كنت أعرف أفقير جيدا فالرجل الذي كان يقدم نفسه كأوفى الأوفياء وأخلص المخلصين لم يكن ليطق أبدا أن يحاكم من قبل زملائه الجنود وأمام محكمة عسكرية ليساق بعد تجريده من رتبته العسكرية إلى حبل المشنقة فأفقير لم يكن بالشخص الذي يتحمل ذلك سؤال هل كنتم ستشملونه بعفوكم؟ جواب لا إنني سأموت عندما يحين أجلي وعندما يرى الله سبحانه وتعالى أنني أديت رسالتي أما أن أموت سنة 1972 وفي مناخ أقل استقرارا بالنسبة للمغرب مما عليه اليوم وأن يعتلي العرش طفل عمره تسع سنوات مع تنصيب مجلس للوصاية فتلك لا شك مغامرة طائشة كانت ستؤدي إلى حرب أهلية بالمغرب وإلى تفكك هذا البلد إذ لم يكن باستطاعة أي كان أن يقبل هذا الوضع سواء عشائريا أو عرقيا ولا يجب أن ننسى أن المغرب مملكة يتعين الحفاظ عليها بصيانة لحمتها الأساسية ترجمة نانسي قنقر